زكر الجاحز في كتابه الحيوان أشياء غريبة لا أصدقها ولم يقل بها أحد منها أن الكلب إذا عض إنسانا فأول ذلك أن يحيله نباحا مثله وينقله إلى طباعه فصار ينبح ثم يحبله ويلقحه بأجراء صغار يعني كلاب صغار يبولها علقا في صور الكلاب على بعد ما بين العنصرين والطبعين والجنسين ثم قال ولكني لم أعاين ذلك وما كتبته هو ما سمعته وقال إن البغل يلقح البغلة ولكن أولادها لا تبقى وذلك سبب لمنع تلقيحها من البغل وحدوثه بين الفرس والحمار ثم ذكر أن الكلبة تحمل لأكثر من كلب في بطن واحدة قال وفي الكلبة عجوبة أخرى وذلك أنه يسفدها كلب أبقع وكلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدي إلى كل سافد شكله وشبهه يعني تحمل من كل كلب في بطن واحدة وهذا لم يقل به أحد من علماء الأحياء ولا الطب البيطري ثم قال إن الضبع تكون عاما زكرا وعاما أنسة وقال الأرنب كذلك تكون عاما زكرا وعاما أنسة ومما يدل على خطأ ما قال إن أغلب أهالي القرى يربون الأرانب ولم نسمع منهم ذلك ثم قال إن الديك إذا عمر يعني كبر في السن يبيض في عمره بيضة واحدة تسمى بيضة العقر لأنها لا تتكرر إلا مرة واحدة في عمره واستدل بقول بشار وقد رأى في النوم حبيبته رحمة يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك من نيتنا زورة في النوم واحدة سني ولا تجعليها بيضة الديك يا رحمة الله حلي في منازلنا حسبي برائحة الفردوس من فيك ولم نكمل الأبيات لأنه قال ألفاظ غير مباحة ترجمة نانسي قنقر